نواصل في هذه النقطة تحديداً الأمم المتحدة تطلق مبادرة وواشنطن ترحب هذا معاً ونتهو صحيفة الوطن وفي تفاصيل الخبر رحبت الأمم المتحدة بأيضاً المجموعة الرباعية المكونة من السعودية والإمارات والمملكة المتحدة بالإعلان عن قيام بحثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان بتسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية هناك وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية نحن ندعم بقوة مبادرة الحوار السودانية التي تيسرها الأمم المتحدة وحسن الموقعون على البيان جميع الأطراف السياسية السودانية على اغتنام هذه الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية لما يتماشى مع الإعلان الدستوري للعام 2019 وجاء في البيان نتطلع إلى أن توجه هذه العملية البلاد نحو انتخابات ديمقراطية بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والازدهار أستاذ محمد الآن معظم الدول المجموعة الرباعية وكذلك بعض الدول العربية ترحب بهذه المبادرة هل هذا يعني بأن وصلت هذه الدول إلى قناعة بأن الحوار السوداني السوداني هو من المستحيلات وأيضا الملاحظة الأخرى في هذا الترحيل بأن هذه معظم الدول كانت تدعم أحزاب سياسية وتدعم بشكل مباشر للحكومة الانتقالية لماذا تحولت هذه المواقف وهل يئست فعلا من أن الحوار السوداني لن يكون قريبا؟ الأوضاع السودانية تثير غلقا يعني بالغا في المجتمع الدولي وإنهيار السودان في هذا التوقيت نعتقد أنه لن يكون خيارا مناسبا بالنسبة للعالم وهناك قوة كثيرة جدا لن تسمح بهذا الانهيار من واغ أنه يرتبط الارتباط كبير جدا بمصالح حيوية لعدد من الدول من حولنا وقد فيه الأوضاع بتشهد أمنية والسياسية بتشهد تراجع كبير جدا على مستوى الإقليم ولذلك الشأن السوداني الآن شأن يهيمن بسيطرة على اهتمامات العالم والمطابق الدولية شغالة يا محمد أنا حينما تحدثت عن أن هذه الدول المملكة المتحدة الأموارات السعودية الولايات المتحدة رحبت بهذه الخطوة قبل أن تتسلم الأطراف السودانية المبادرة وهذا يعني أنه في تنسيق كبير جدا بأولون المتحدة وبين هذه الجهات وربما كانت المبادرة التي أطلقتها وأعلنتها الولايات الأمم المتحدة هي تتويج لجهود وليجتماعات وللغاءات ولأعمال متصلة لهذه الدول فيما بينها في محاولة طبعا لإيجاد مخرج من الأزمة السودانية الحالية معروف أن كل هذه الدول لديها ارتباطات بأطراف داخل المشهد السوداني كانت بتحس هذه الأطراف حرائينا هناك حراك كبير جدا لفغالكارح هناك حراك كبير جدا للأمريكان اتصالات من قبل وزير الخارجية الأمريكي بمجموعة كبيرة جدا من القادة العسكريين والقادة المدنيين هناك لغاءات للسفراء سفر السعودي بأطراف عديدة في المشهد السوداني خلال الفترة الماضية ولذلك نفتكر أن هذه الدول ليست بعيدة عن المبادرة المتحدة التي تشير إلى أن هذه الدول يئست من أن يكون هناك حلا سودانيا للأزمة الموجودة الآن وربما كانت السودان الآن نفتكر أنه ملعب للاستخبارات الدولية والسودان الآن تحت نظر الاستخبارات الدولية هي ترى ولديها من المعلومات التي تؤهل السودان للانزلاق وللدخول في دوامة العنف ودوامة الدماء ودوامة الصراعات وربما تكون هذه الدول حريصة جدا على أن لا تتكذر السيناريوهات التي حدثت في البلدان القريبة في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي العراق يعني جملة كبيرة جدا من الحيثيات التي تشير إلى هذه الدول بالفعل لديها ارتباط كبير جدا بجرار فولكر وهي سترمي بثغلها تماما خلف هذه المبادرة وربما استفادت من تأثيرها على الأطراف السودانية في الجلوس إلى مائدة حوار السودانية بترتيب أو برعاية دولية أو برعاية وتسهيل من الأمم المتحدة إذا جلسوا بهذه الدول مع بعض الأحزاب السياسية والفرقاء السودانيين الآن أين موقع الشارع؟ هل ترى بأن الشارع بوضعه الحالي يقبل بهذه المبادرة هو الآن نرى لافتات في التظاهرات وفي المواكب ترفع شعار عدم التدخل في أشياءنا للأسولى؟ يا محمد هذا الشارع أنا في تقديري أنه هو شارع حر وشارع ديمقراطي وشارع لديه كثير جدا من الأهداف الدبيلة ولكن هناك أحزاب كثيرة جدا تغيف خلف هذا الحراك الحراك السياسي الموجود الآن نحن لا يمكن أن نطلق عليه أنه حراك أحزاب ولكن كذلك لا يمكن أن نبرع الأحزاب من أنها ضالعة أو لديها أصابع داخل هذا الحراك هذا الحراك أنا أفتكر أنه يحتاج إلى أوعية سياسية تحيله إلى مبادرات وتحيله إلى برامج لتحقيق التغيير المنشود والتغيير المطلوب يعني لا يمكن أن تتسلم القوى الشارع الموجودة الآن السلطة دون أن يكون هناك أي ترتيب لواجهات مدنية يمكن أن تغوض هذا الحراك يعني مثلا إذا كان تحدثنا عن أن تجمع المهنيين هو الذي معاليان المقاومة هو الذي غادر التغيير الذي حدث ضد الرئيس المعزول عمر البشير بالتأكيد حينما جاءت مزألة تسلم السلطة لم يأتي تجمع المهنيين ولم تأتي لجمع المقاومة الواضح جدا أن هذه الواجهات كانت بغذر ما هي واجهات مهنية وهي تعبر عن نبض الشارع والجمهل ولكن كانت تسيطر عليها بعض الأحزاب هذه حقيقة وواقع ينبغي أن نتحدث عنه بكل صراحة ولذلك الصراع الموجود الآن الأحزاب جزء من هذا الصراع الموجود في الشارع حتى الآن بتخرج قيادات القوى السياسية في الحرية والتغيير هي الآن بتتولى أو بتتبنى كثير جدا من الحراكة التي يدور في الشارع حزو المؤتمر السوداني لكن تابعنا أيضا أن قيادات الشارع ترفض وجود قيادات الأحزاب في المواكد هناك أزمة بين الأطراف المدنية أزمة بين الأطراف المدنية ولكن قيادات الأحزاب موجودة في هذا الحراك حتى وإن تعرض بعضها للاحتداء بإحتوار أنه فيه جزء كبير جدا من الشارع وأنا أعني لجان المقاومة تحينها تجاوزت هذه الأحزاب بكثير وتجاوزت السلطة بكثير ولكن لا بد أن تكون هناك وعاءات سياسية تستوعب الحراكة الموجود في الشارع الآن أنا لا أتحدث عن أحزاب ولكن أتحدث عن تجمعات مدنية يمكن أن تغود الأوضاع إلى تفاهم مع الطرف الآخر إلى تفاهم مع الأطراف الدولية مثل ما حدث مثلا في جبهة الهيئات في 64 مثل ما حدث في تجمع المهنيين يعني لا بد أن يكون هذا الحراك حراكة الآن يشهد أنا أفتكر أنه في كثير جدا من الشعارات ولكن هذه الشعارات تلزمها أنها تكون مضغوطة في البرنامج السياسي يقود إلى تغيير حقيقي هذا التغيير أنا في تغيير أنه لا بد أن يتم عبر واجهات هذه الواجهات موجودة أنا أفتكر أنها والأحزاب السياسية ليست بعيدة عن هذه الواجهات دعم حسد محمد دعني أحيي لك وأحيي للمشاهدة الكريم إلى مزألة التدخل للأموم المتحدة في شأن بعض الدول الملاحظ بأن معظم التدخلات حتى بطرحيب هذه الدول التي ذكرناها في بعض القضايا الإقليمية والدولية ما حدث في العراق التدخل الذي حدث في سوريا كذلك هل هذا التدخل وإن كانت هذه المجموعة هي ترحب بهذا التدخل الأممي بين قوسين إذا كان هذا التدخل هو المبادرات والدخل الحميد فقط أما أن هناك تدخلات أخرى ستكون فاتحة للباب هل هذا التدخل سيجابه بجبهة داخلية ترفض هذا التدخل رفضي تام؟ هل يمكن أن نشهد هذا التدخل؟ أنا كنت أود أن أعلق على هذه المسألة هذا سؤال جيد لأن الشارع ليس على قلب رجل واحد من قضية التدخل الدولي كذلك هناك أطراف بترفض التدخل الدولي هناك يمكن كثير جدا من المقاومة والمواجهات حدثت لنمازج التدخل الدولي التي حدثت بالنسبة للممتحدة في عدد من البندان هي غزت كثير جدا من الجيوب المرتبطة بالإرهاب المرتبطة بالأجابهات المغاومة الداخلية ولذلك في بعض الأطراف بتنظر إلى هذا التدخل بحتوار أنه هو استعمار وهناك الآن نفتكر أنه كثير جدا من التالات في السودان يمكن أن لا ترحب بهذا التدخل ويمكن أن تحمل الأطراف الموجودة في الملعب الآن مسؤولية هذا التدخل لأن حتى معنا الإسبوع الماضي كان هناك لغاء لحراك وطني مجموعة التجاني السيسي هذه المجموعة ترفض التدخل الخارج ولديها مبادئ وشعارات معلنة في هذا الجانب كذلك هناك كثير جدا من القوى الوطنية الآن يمكن أن تواجه هذا التدخل الدولي خاصة أنه تجارب الأمم المتحدة التي حدثت مثلا لبيحسة اليونميد في دارفور حتى السطو على مخازن البرنامج الغزاء العالمي من الواضح جدا أن المتحدة الآن هي ليست محل ترحيب على أي حال من قبل أطراف كثيرة جدا داخل الملعب السياسي في السودان وهذه أنا أفتكر أنه مجموعة يمكن أن تواجه التدخل الدولي بكثير جدا من الحيل والأساليب والتكتيكات السياسية غير مأمونة العواقب كذلك الشارع السودان أنا أفتكر أنه الصامت عموما ضد هذه التدخلات التدخلات يمكن أن ترفض بعض القوى السياسية الموجودة الآن في المشهد باعتبار أنها تحترف بالجانب العسكري من هذا الباب ولكن ما من منطلع رؤية وطنية لأهمية أن يكون الغرار والوطني قرار السوداني ولكن هناك جهاد بتنظر إلى هذا التدخل باعتبار أنه إعادة للاستعمار ولك أن تتخيل مثل هذه الأصوات التي بلزت حينما أعلن دكتور عبد الله حمدوك وجه ندال الأمم المتحدة لدعم الانتغال السياسي في السودان يعني قامة الدنيا ولم تقعد في ذلك الوقت أن يغرد السودان بعيدا عن سرب المجتمع الدولي الآن العالم أصبح دولة واحدة وكل دولة تؤثر في الأخرى هل يمكن أن أخذ السودان بمعزل عن المجتمع الدولي لذلك أنا كنت أتحدث عن أنك كانت دور السودانيين ما أنت يا محمد زي ما قال مارتين لوتر كينغ يعني لا يمكن لأحد أن يزعود على ظهرك إلا إذا كنت منحنيا ولذلك الآن السودان منحني أنا فيه تقديري وهذه المزلة مدعا لكثير من المطامع الدولية التي يمكن أن تركب على ظهر السودان وتنفذ جندتها التي تريد وأنا أفتكر أنه كان المطلوب والمؤمول والمنشود والمؤمل من النخبة السياسية في السودان إنها هي تنأى بالوطن عن هذا المصير لأنني أتحدث الآن عن أنه بطريقة أنا لا أرى أنه هناك تدخل حميد من غير المتحدة لا يوجد تدخل حميد من تدخل الدولة يمكن أن يكون مدعا لكثير جدا من النكسات والنكبات والأزمات السياسية والأمنية مثل ما حدث في عديد من البلدان ولذلك كان الأوفق أن القوى السياسية تترك التشاكس الداخلي وتترك حالة التنافر الداخلي الموجودة الآن وتلتف حول الغضية الوطنية باحتوار أنها تحاول أن تنتج حلا سودانيا نحن أدرى بمشاكلنا أدرى بأزماتنا السودان ليس الخرطوم السودان فيه كثير جدا من الانتماءات الفكرية والانتماءات الأيدولوجية وفيه كثير جدا من السحن وفيه كثير جدا من الأعراق وفيه كثير جدا من الثغافات وذلك لا يمكن أن توافق أو تقبل أن يكون السودان تحت أي انتداب نوع من الانتداب الخاري صحيح نحن الآن نتكلم عن أن هذا التدخل تدخل يمكن أن يفرض السطو العسكرية على السودانين يمكن أن يعيد الاحتلال ويمكن أن يتحدث بعض الأصوات لكن نتكلم عن أن الآن القضية الوطنية بأيدي خارجية وكل التدخل الدولي في البلدان أنا أفتكر بدا كده والأمم المتحدة في النهاية هي مكان بتتجمع فيه أنا أفتكر أنه غرارات المطابخ الدولية والمطابخ الاستقباراتية وكل طرف لديه أجندة في السودان يمكن أن ينفذها عبر اللون المتحدة لكن في هذه المبادرة تحديد سيد محمد أشارت أن الانتقال الديمقراطي في السودان يتم وفقا للإعلان الدستوري في 2019 أو الوثيقة الدستورية بمعنى أن المرجعية الأساسية لهذه المبادرة وفق ما طرح لأنها تحيل هذه المبادرة إلى الوثيقة الدستورية طيب هل كانت اليوم المتحدة منصفة وعادلة في الرغابة على البصيقة الدستورية وهي تنتهك من هنا ومن هنا يعني هل كانت غايبة عن المشهد والتشاكز بين المدنيين والعسكريين يحدث ما بين الفينة والأخرى هل كانت غايبة عن المشهد وحيوغ الإنسان والديمقراطية والزنازلة التي تعج بالمحتقلين وأفعال التمكين التي كان من الواضح جدا إنها هي يمكن أن تكون القشة التي تقسم ظهر الفترة الانتغالية هل كانت الأمم المتحدة غائبة؟ لماذا لم تطرح في ذلك الوقت الأمم المتحدة حلوبين لماذا لم تتدخل ولماذا لم تقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف حتى لا يحدث ما حدث للفترة الانتغالية الأمم المتحدة من واضح جدا أنها كانت مهيئة تماما لهذا المآل ولهذا المصير ولذلك جهزت بحستها بموجب يمكن طلب من الدكتور عبد الله حمدوك في ذلك الوقت في العام 2019 ولذلك أنا لا أعتقد أن الأمم المتحدة هي بريئة الأمم المتحدة مطبخ لكثير جدا من المؤامرات الدولية والأمم المتحدة حتى الأمريكان أنا أعتقد أنه أنا أحتفظ بمقولة لجون بولتون بولتون هو كان سفير الأمم الواشنطن في الأمم المتحدة أو سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كان يتحدث عنده عبارة بقول لك أن الأمم المتحدة هي مكان كبير لاستهلاك الورق والأكسجين ولكن يمكن أن توظف هذه الأمم المتحدة مستودع الورق والأكسجين في تدخل في الغضايا الدولية ولذلك أنت الآن يمكن أن تجد تفسيرا للترحيب أو للمسارع بالترحيب بما طرحته الأمم المتحدة ولكن في النهاية محمد نحن الذين فعلنا كل ذلك بأيدينا حتى إذا حدث الآن تدخل من المتحدة أنا أفتكر أنه السودانيون ما زالوا أنا أفتكر أنه غادرين على لملمة القضايا الداخلية والانتباه إلى أهمية أن لا يترك الغارة الدولي أو لا يترك الغارة الوطني نهبا للتدخلات الخارجية دعم وأستاذ محمد نزعلنا أن نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة بالبومط العريض تفضل بالبقاء معنا